مبارح لجنة المحليات في الحوار الوطني عقدت أول اجتماعاتها أو أول اجتماعاتها عشان تناقش كل ما يتعلق بانتخاب المجالس المحلية وكمان قانون المحليات بحضور عدد كبير من الخبراء والمختصين ورؤساء وممثلي الأحزاب والقوة السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني بالإضافة طبعا إلى أسدزة القانون سيخلينا في تفاصيل أكتر عن منقشة قانون المحليات بنرحب في فقرتنا النهاردة بالأستاذ الإسلامي الجندي ممثل حزب العدل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أيضا نائب أحمد فوزي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بنرحب بحضراتكم سبع خير أهلا بكم نورنا في البداية سأبدأ مع حضراتك السيادة النائب بدون شك أن المحليات هي من ضمن القطاعات التي لها علاقة مباشرة بالمواطن في الشارع وبتمسوا بشكل مباشر وعشان برضو نكون وقعين فيه وقت كان فيه غياب بدور المحليات تماما في الشارع عايزة عرف من حضرتك الدور المنوطة بالمحليات عشان الناس تفهم أكتر وعايزة عرف أهمية طرح منقشة هذا القانون في الحوار الوطني يعني في البداية طبعا أنا متشرف بوجودي مع حضراتكم ومبارح في لجنة المحليات في المحور السياسي في الحوار الوطني في الحقيقة كانت لجنة ساخنة جدا وكانت مناقشات يعني دارت حول قانون المجالس الشعبية المحلية اللي بالفعل زي ما حالتك تفضلتي هو يعني غابة المحليات لمدة تقريبا أكتر من 11 سنة ترتب على ذلك أنه بالفعل أصبح عندنا حالة فراغ في الشارع أصبح عندنا حالة غياب تام عن الرقابة الخاصة بمتابعة خطط الدولة والتنمية والتطوير ومرأبة الوحدات المحلية سواء على المستوى القرى أو المدن أو حتى على المستوى المحافظة بالفعل المحليات هي عصب الدولة المصرية المحليات هي يعني المحرك الأساسي لكل عمليات التنمية اللي بتتم على أرض الواقع يمكن على مدار أكتر من 11 سنة كنا طالبنا عدق مرارا وتكرارا بضرورة سوء إصدار قانون المجالس الشعبية المحلية عشان نستطيع من خلاله أن نجري عملية الانتخابات لكن للأسف يعني لم يعني خلال الفترات السابقة لم نوفق في هذه المهمة لكن أعتقد أنه من خلال الحوار الوطني أصبح هناك طاقة أمل ونور جديد في هذا الملف اللي بعتبره من أهم الملفات اللي بتشغل بال الشعب المصر كله زي ما تفضلت حياتك المحليات هي المواطن من أول ما بيصحى من النوم لحد ما بينام تقريبا كل تعاملاته اليومية مرتبطة بالمجالس الشعبية المحلية كل تعاملاته اليومية مرتبطة بالوحدات المحلية سواء في القرية أو في المدينة أو في الحي أو في المركز مبارح كانت جلسات ساخنة جدا وكانت نقاشات يعني كان شعارها الأساسي هو المصلحة العامة للدولة المصرية الكل كان متجرد الكل كان لديه أفكار ولديه رؤى فيما يتعلق بشكل المجالس المحلي القادمة شكل القانون اللي حيتم عليه الانتخابات القادمة اختصاصات المجالس المحلية طبعا منصوصة على معظم هذه الاخصاصات داخل الدستور المصري في المواد من مادة 175 للمادة 183 لكن في الحقيقة مبارح كانت الجلسات استمعنا فيها وتحدثنا فيها عن شكل القانون القادم وهل نعمل انتخابات بنظام القائمة النسبية والنظام القائمة المطلقة الفردي أو النظامين معا في الحقيقة كانت جلسات مسمرة جدا ده عظيم جدا طيب أستاذ اسلام ونحن بنتكلم عن المحليات آخر مجلس محلي كان في 2007 كان مقرر ان يكون فيه انتخابات مجلس محلي في إبريم من عام 2008 لكنها لم تجرى وطول هذه الفترة زي ما كان سيادت الناب بيتكلم ما كانش فيه مجالس محلي مشكلة القانون فيه يعني القانون هل محتاج تعديل ولا محتاجين قانون جديد صحيح الفكرة كلها ان كان فيه مجلس محلي قريدي في 2008 ويمكن تم حله بقرار مجلس عسكري في 2011 ومن وقتها إلى الآن مفيش مجالس محلية بالفعل احنا محتاجين قانون جديد لانه احنا بنتكلم ان احنا محتاجين قانون مش لدلوقتي احنا محتاجين قانون يكمل معنا لـ 2050 وـ 2070 فعشان تعمل دوت لازم تشتغل بشكل يواكب التطور اللي موجود في الدولة يواكب الرقمان اللي موجودة في الدولة حم نتكلم في عاصمة إدارية موجودة وضعها ايه في المحليات وضعها فيه قانون ده لازم يتحطى في الحزبان فيه محافظات موجودة لو احنا نشتغلنا بالتقسيم الأمني السابق في المحليات مثلا في الإدارة المحلية هنلاقي فيه محافظات زي الودي الجديد والمطروح والمحافظات دي محافظات كبيرة جدا هيبقى التقسيم فيها غير عادل فمحتاجين برضو يبقى عادل تقسيم إداري للمحافظات كل دوت ملف مشتبك جدا فيما يتعلق بالإدارة المحلية والمجالس المحلية ويمكن من المميزات التي تعملت في الحوار الوطني فيما يخص لجنة المحليات أنه أسم الإدارة المحلية لقسمين قسم خاص بالمجالس المحلية ودي أقضية معينة في اللجنة والقضية الثانية هي قضية الإدارة المحلية ويمكن إنبارح كان في الحوار الوطني كان الكلام فيما يخص المجالس المحلية και النظام الانتخابي لها ورؤية القوى السياسية والمجتمع المدني عموما في رؤيتهم إيه للمجالس المحلية وفي محافظات في أحزاب قدمت مقترحات ويمكن حزب العدل كان مقدم مقترح بدوت التنسقية كمان قدمت مقترح خاص بعد حوار دائم لمدة سنة كاملة داخل أرويقة التنسقية وصلانة التنسقية قدمت مقترحات خاصة بمجالس المحلية ورؤيتها للمجالس المحلية وفي أحزاب أخرى برضو قدمت مقترحات وده شيء كويس جدا بيقول أن في أمل أن يبقى فيه مناقشات جاية فيما يخص تلك التوصيات فإن شاء الله بإذن الله نحن نتوجه أن يبقى فيه قانون خاص بالمجالس المحلية قانون جديد غير الموجود أكيد طبعا الموجود فيه حاجات كويسة جدا حنستفيد منها ولكن ضرورة وجود قانون من أول وجديد ده نحن نتكلم في حاجة تمشي لغاية 2050 و2070 وده يجب أن نحطيه في الحزبين ونحن نشتغل طيب أستاذ إسلام برضو في نفس السياق هل المشكلة بتكمن؟ مش هنقول فقط ولكن بشكل كبير في شكل الانتخابات المتعلقة بالمجالس المحلية فقط ولا إيه مشكلة المحليات في مصري حتى وإحنا بنبص فكرة المحليات لها الحقيقة يمكن ألية تنفيذية وألية رقابية فين ده إحنا نبص حتى على المشكلات اللي إحنا بنواجهها للمجتمع المصري بيواجهها بنلاقيها بشكل كبير جدا متعلقة بدور المحليات هي الفكرة كلها زي ما قلت الموضوع مشتبك لأنه بينقسم لقسمين قسم خاص بالإدارة المحلية وقسم المجالس المحلية المجالس المحلية يمكن فيه موضوع شائق فكرة النظام الانتخابي المتابع وإزاي نقدر نمثل كل القوة السلسية وكل الشعب المصري يكون ممثل زي مجلس النواب بصلا بالزبط كده ولكن مجلس النواب بشكل كبير جدا هو مجلس رقابي مش خدمي فوجوده داخل قبة البرلمان أفضل من وجوده وأنه هو بيؤدي خدمات في الدوائر إنما المجلس المحلي هو أصلا شغله إنه بقى موجود في الدوائر وغياب المجلس المحلي هو اللي خالى مجلس النواب يقوم بدور خدمة وينشغل بقى عنوضة التشريعات وخلافة وبالتالي إحنا بنتكلم في نظام انتخابي ودي العقبة اللي موجودة حاليا وإن شاء الله بإذن الله تتحل فكرة إنه إزاي نوصل لنظام انتخابي شكل النظام الانتخابي برضا عشان مشاهدين يفهموا شكل النظام الانتخابي الموجود حاليا إيه إيه اللي إحنا محتاجين نغيره آخر آخر حاجة كانت النظام القوائم والفردي ويمكن المحليات الفترة اللي فاتت كانت دي مشكلة كبيرة جدا فيها إنه ما بفيش تمثيل وقعي للمجتمع المصري وطبعا إحنا بنتكلم في أرياف ومدن ففي مختلف ثقافات موجودة فإحنا عايزين نوصل لتمثيل حقيقي يراعي الناس كلها فده عشان يحصل إحنا كمان بنتكلم في إرساق حياة حزبية إرساق حياة سياسية في مصر فلازم نكون إحنا كمان بنتكلم على إزاي ده يحصل وإن إزاي الأحزاب دي تقدم مقترحتها وتقدم رؤيتها داخل الدولة المصرية وللمجتمع المصري عموما والشعب المصري فده مش هيكون إلا بنظام قوائم إحنا رؤيتنا إنه فيه نظام قوائم موجود أين كان شكله أو أين كان نسبته قد إيه ده اللي احنا هنتكلم فيه فترة اللي جاية ده اللي كانت تريبا سيدة ناب بيتكلم عنه في النظام وفي نفس الوقت برضه هزين نعرف لو فيه كوتا مثلا للمرأة يعني أنا عايز بس وضح جزئية معينة فيما يتعلق بإيه أهمية أو ضرورة إصدار قانون المجالس المحلية جديد الدستور المصري 2014 والمعدل 2019 في مواده نص على أن يعمل بالقانون الحالي لحين إصدار قانون جديد يطبق خلال خمس سنوات تدريجية وبالتالي نحن أمام التزام دستوري بضرورة إصدار قانون جديد للمجالس المحلية الشعبية يعني ما عندناش رفاهية أن نحن ما نعملش قانون جديد بالفعل الدستور ألزمنا بضرورة إصدار قانون جديد يتم بناء على إجراء الانتخابات القادمة فيما تعلق بالنظام الانتخابي القوى السياسية كاملة يعني انبالح تقريبا كان معظم القوى السياسية موجودة معظم رؤساء الأحزاب ممثلين عن الهيئات البرلمانية لمعظم الأحزاب المصرية ممثلين عن المجتمع المدني النقابات عملية تقريبا مصر كلها كانت في القاعة موجودة بها ممثلة ممثلين عن العمال عن الفلاحين عن الشباب عن الصعيد يعني تقريبا ما فيش حد في الشعب المصري ما كانش ممثل داخل لجنة المحليات الكل عرض وجهة نظره من منطلق أن احنا عندنا محددات دستورية داخل الدستور ألزمتنا بنسب معينة محددة لازم نلتزم بها يعني المادة 180 من الدستور وضعت نسبة للشباب والمرأة والعمال والفلاحين يعني المادة 180 نصت على أن يكون عدد 25% من عدد المقاعد للشباب 25% للمرأة 50% على الأقل للعمال والفلاحين وبالتالي نحن أمام نسب دستورية محددة لا يمكن إلا الالتزام بها بشكل كامل وبالتالي فعند اختيارنا للنظام الانتخابي لازم نراعي إزاي إيه هو النظام اللي يحقق هذه النسب لأنه لو تكلمنا عن القائمة النسبية بحال القائمة النسبية هنستطيع من خلالها أن احنا نحقق النسب الدستورية الموجودة في الدستور لأنه ده الالتزام دستوري ما فيش كلام فيه نهائيا وبالتالي ده النقاش كان حوالين كيفية الوصول إلى قانون يخلينا نطبق هذه النسب الدستورية لكن أعتقد إحنا لو دخلنا مثلا زاوي الهمم من الشباب ده لا يخلي في الدستور لأنه برضو في كوتب الشباب مثلا أو زاوي الهمم من المرأة هو طبعا إحنا في الإشكاليات الدستورية اللي زي دي بنضطر أن إحنا يعني مثلا عندنا مقاعد الشباب والمرأة فبنضطر أن إحنا 25% شباب والمرأة نقدر أن إحنا ندخل الشباب مع المرأة لكن إحنا عندنا هنا نسب 25% شباب و25% مرأة يعني 50% من إجمال عدد مقاعد شباب ومرأة فمش هقدر أجيب فئة تانية خارج الشباب والمرأة 50% من عدد المقاعد عمال وفلاحين وبالتالي من ضمن الاختراحات التي اقترحتها في مدخلتي أثناء انها قد اللجنة بضرورة إجراء تعديل تشريعي فيما يتعلق بتعريف صفة العامل والفلاحين لأنه احنا عندنا 50% عمال وفلاحين طب لو النصوص الدستورية الموجودة حاليا زي ما هي لم يتم فيها أي تعديل تشريعي فيما يتعلق صفة العامل والفلاح يبقى احنا أمام مجلس مجال الشعبية محلية نصفها شباب ومرأة ونصفها عمال وفلاحين يبقى عندنا تقريبا نصف المجتمع المصري لا يحق له الترشع في الانتخابات القادمة وده طبعا مخالف تماما للدستور لأن الدستور المصريين أمام القانون سواء وبالتالي نحن أمام معضلة حلها أن نعيد النظر في تعريف العامل والفلاح ونفتح الباب أمام تعريف العامل تحديدا تعريف العامل في القانون اللي أنا اقترحته أو المقترح اللي أنا قدمته أنه العامل هو كل من يعمل بأجر وبالتالي فتحنا الباب أمام كل تقريبا موظفين الدولة عمال كل من يعمل في القطاع الخاص عامل كل من يعمل في أي جهة حكومية وتقاضى أجر فهو عامل وبالتالي فحنا فتحنا الباب أمام قطاع كبير جدا من الشعب المصري حتى يتمكن من خوض الانتخابات القادمة تحت صفة العامل ويمكن ده من ضمن الاختراحات اللي كانت مهمة بالأمس واللي بالفعل يعني النظام الانتخابي طبعا ما بين القايمة النسبية والمطلقة والفردي أنا تقدمت بمقترح بالأمس بي أن يكون 50% من إجمال عدد المقاعد بالنظام القايمة المطلقة و50% بالنظام الفاد وكان لها فلسفة في هذا النظام أنه عندنا نسب دستورية ممكن نحققها من خلال القايمة المطلقة المغلقة للشباب والمرأة وعندنا انتخابات فردية لأنه عندنا قطاع كبير من الشعب المصري لا ينتمي لأحزاب سياسية وقطاع كبير له دور أيضا في الشارع وله قواعد شعبية وجماهيرية عريضة جدا وخصوصا في القرى والمراكز والنجوع وعواصم المحافظات وبالتالي ليس من الممكن على الإطلاق أن نحرم الفئة دي من خلال تجربة الانتخابات لأنه هو مستقل ولا ينتمي لأحزاب سياسية وفي الفترة الحالية أنا مش هقدر أكبره أو ألزمه بالدخول في أحزاب سياسية عشان نقود تجربة المحلية طبعا ده تمهيدا في المستقبل أننا عايزين ننمي الحياة السياسية وننادي طبعا بضرورة تقوية الأحزاب السياسية ويمكن فيه أيضا قانون كان في اللجنة المجورة للجنة المحليات مرتبط بقانون الأحزاب السياسية فأحنا على التوازي قانون الأحزاب السياسية هدف هو تقوية الأحزاب السياسية عندنا قانون مجال الشعبية المحلية هدفه هو يعني عودة المحليات اللي بالفعل يعني غابت لفترات يعني إحنا كدولة عننا معاناة شديدة والدولة المصرية خسرت كثيرا من عدم مبيد محليات في الفترة وتحاول تصلح بقى يعني ما أفسده هذا الغياب طيب برضو سيدة النائب فيه عنصر مهم جدا في هذه المعادلة الموظف لازم يكون في المحليات موظف مؤهل وقادر على أنه يعني يلبي احتجاج المواطن لأن احنا قلنا أنه هذا القطاع هو يتعامل بشكل مباشر مع المواطن المصري في الشارع وإحنا دلوقتي يكون نتكلم على فكرة العاصمة الإدارية الجديدة والرقمنة والتحول الرقمي وما إلى ذلك فكرة أن يكون الموظفين عدد كبير جدا من المناسبة في قطاع المحليات من الموظفين فكرة تأهيل الموظفين وتدربهم وأيضا تفعيل الألية الرقابية عشان نبقى متأكدين أنه إحنا بنسير في الطريق السليم بالفعل يمكن الدولة المصرية في ظل جمهورية الجديدة وفي ظل مبادرة حياة كريمة يمكن هناك تطوير كبير جدا فيما يتعلق بالمنشآت الخاصة بالمجالس الشعبية المحلية يمكن في ظل مبادرة حياة كريمة تم بناء أكثر من في كل مجلس قروي داخل الوحدة المحلية تم بناء مبنى لمجمع خدمي متكامل على غرار المباني المحترمة اللي احنا بنشوفها في عواصم محافظاته في القاهرة الكبرى طيب هل النهاردة الموضوع عبارة عن منشآت ومباني فقط ولا احنا محتاجين موظف يكون مؤهل ومدرب وقادر على مواكبة التطوير اللي بيحصل في الدولة المصرية الدولة بالفعل يعني يمكن وإحنا لسه كنا نتكلم فيما يتعلق بالعاصمة الإدارية الجديدة احنا عندنا الدولة المصرية على مدار الفترات السابقة بتقوم بعملية التدريب والتطوير للجهاز الإداري للدولة عشان لما يتنقل العاصمة الإدارية يبقى مواكب للتطوير لان احنا يعني النقلة كبيرة جدا يعني الدولة المصرية انتقلت من مرحلة الموظفين اللي بتتعامل بالدفاتر وإلى الرقمنة وإلى التطوير اللي احنا فعلا كنا بنأمله على مدار سنوات طويلة طبعا ده بيستلزم من الدولة المصرية وضع برامج وخطط محكمة لكيفية يعني كيفية تطوير الجهاز الإداري للدولة احنا طبعا عمدنا جهاز إداري طبعا برضو جهاز إداري كبير جدا يفوق الستة مليون موظف تقريبا يعني محتاجين ان احنا نطور هذا الجهاز بالشكل يتناسب مع الدولة والجمهورية الجديدة ويتناسب مع التحديث اللي حصل في كل ربوع الدولة المصرية أستاذ إسلام هل كل مجلس بيكون لي ميزانيته الخاصة بيكون عنده خطته اللي هيمشي عليها خلال السنة بيكون فيه أداة للمحاسبة عشان يشوف أداء المجلس خلال هذه السنة وكان سيادة ناية بتكلم يمكن عن العمال لكنه ما تترقناش لتعريف الفلاحين احنا قلنا ان 50% عمال وفلاحين العامل معروف ان هو الموظف أما الفلاح ممكن هل يجب ان هو يمتلك عنده حيازة زراعية يمتلك أرض زراعية أم ممكن يكون مستأجر الأرض زراعية بزراعها ممكن حد يروح يشتري حط أرض زراعية عشان يروح يسجل نفسه ضمن الفلاحين لا طبعا هو بيبقى مسجل في النقابة وبقالية حيازة أرضه وقانون أصلا بينظم فكرة مين هو اللي يكون فلاح من عدمه يمكن أنا بس بتكلم في نقطة انه العامل احنا عندنا حكم محكمة دستورية بتاريخ 14 يونيو 2012 بيصنف العامل على ان كل من يعمل بأجر فممكن ناخد من الحكم دا ونشتغل على القانون زي ما قال ست النقاب ان احنا يتعامل القانون بقى بيوضح مين هو العامل فده هيحل أزمة كبيرة جدا رقم اثنين احنا بنتكلم على فكرة المجالس المحلية هل لها اختصصات خاصة فيه الاداريا او ماليا او اقتصاديا هل لها تمويل خاص هل لها موارد خاصة طبعا هي المجالس ليها كل دا بس اللي كان بيتم العامل بيه قبل كده فكرة المركزية انه موارد الوحدة المحلية بيتم ارسالها للوزارة المالية عشان تخش في الموازنة العامة للدولة وبعد كده الموازنة العامة للدولة بتقسم تبقى للسياسة العامة للدولة بتديه بقى كل مواحدة محلية المبلغ أو القيمة المالية اللي بيشتغل بيها تبقى من الخطة العامة للدول يمكننا نتكلم على اللامة مركزية موجودة وطبعا مبدأ دستوري موجود ونحن بنشتغل عليه طب ازاي حقدر اطبق مبدأ دستوري دوت ازاي حعمل اللامة مركزية ديت وهو الدستور بيقول لي انه في خلال خمس سنوات تدريجيا يكون اللامة مركزية دي اتفع عليها احنا بنتكلم دلوقتي ان احنا من المقترحات يمكننا احنا من برح قدمنا مقترح هو وجود مجلس اعلى للمجلس المحلية وده يختلف على المجلس الاعلى للمحليات الادارة المحلية لان المجلس الاعلى لادارة المحلية ده بيبقى جهة تنفيذية يرقصه رئيس الوزراء والوزراء وبعض من الرؤساء مجلس المحلية ولكن المجلس الاعلى للمجلس المحلية هو يرقصه احد رؤساء المجلس المحلية ويكون في تشكيله وكلاء مجلس المحلية وده وظيفته هو التعاون الشيوخ والوزارات والجهات الحكومية في كيفية تطبيق اللامركزية وكيفية تطبيق أنه يبقى فيه موارد خاصة بكل مجلس محلي بتشتغل على مواردها بتشتغل على إزاي تطور ده برضو بما لا يتعارض مع السياسة العمل الدولة وخطة العمل الدولة يعني فيه تواكب ما بين أن أنا بشتغل بشكل مركزي ده دي خطة العمل الدولة وفي نفس الوقت أن أقدر أطلع موارد خاصة بالوحدات المحلية والمجلس المحلية ليها هي نفسها فدي حتبقى شوية قصة فيها اشتباك شوية بس نقدر نوصل لها وفيه مشروع قريدي مقدم بما يخص الإدارة المحلية ونبني على ده إن شاء الله بإذن الله في اللقاءات الأخرى أو الجلسات الأخرى إحنا لسه يمكن إن بارح كانت أول جلسة ودي بتتكلم بس على مجالس المحلية إن شاء الله الجلسة اللي جاية تكون بتكلم على الإدارة المحلية وحنسمع مشروعات قوانين وحنلاقي ناس يما بتقدم مقترحات جديدة وإحنا شافين إن فيه بدرة أمل موجودة من إن بارح إنه فيه مشاريع كتير تقدمت فيه أعراء كويسة جدا نتقالت نقدر نبني على دوت الفترة اللي جاية إن شاء الله طيب أستاذ السلام برضو ونحن نتكلم عن المجالس المحلية هل من الضروري أن يختص كل مجلس محلي على سبيل المثال باستجواب المحافظ أو رؤساء المدن يعني آلية التنفيذ فكرة الاستجواب إن كان المحافظ أو رؤساء المدن دي مفروض المفترض لرؤيتها عاملة إزاي هو أوريدي خلاص الدستور ألزم بوجوب استجواب رؤساء الوحدات المحلية ويمكن كان فيه شوية نقاشات مبارح في الجلسة على فكرة المحافظ لأن الدستور ما قالش إن المحافظ حيتم استجوابه ولكن في مادة أخرى في الدستور قالت إنه المحافظة تعتبر وحدة محلية وبالتالي في الحالة دي المحافظ كمان يتم استجوابه بس الشكل ده حيبقى عمل إزاي إنه كل مجلس مثلا المحلي القرية بينقش الوحدة المحلية في القرية المجلس المحلي الحي بيستجوب رئيس الوحدة المحلية في الحي المجلس المحلي في المدينة بيستجوب أو يسحب ثقة حتى من رئيس المدينة المحافظ نفس الموضوع مجلس المحلي للمحافظة يعني كل واحدة محلية قدام إنها مجلس محلي بيوزيها هو اللي من سلطاته إنه يسحب ثقة أو يستجوب المسؤول فيها ودي أدار قبيعة مهمة طبعاً دي مكتش موجودة قبل كده في المجلس المحلية ودستوريين خلاص بقت موجودة والقانون بقى ينظم إزاي يتم سؤال إزاي يتم الاستجواب ده طبعاً إزاي يتم سحب الثقة العدد قد إيه هل تلتين المجلس المحلي ولا نص المجلس المحلي الوضع يبقى عمل إزاي لا قانون بيكلم في كل الدولة يعني دستور 2014 يعتبر هو دستور اللي وضع صلاحيات للمحليات لم تكن مسبوقة على الإطلاق يعني في المواد من 175 للمواد 183 وضع صلاحيات لأعضاء المجلس المحلية سواء على مستوى الوحدات المحلية القرى أو المدن والمراكز أو على مستوى مجلس محل المحافظة صلاحيات غير مسبوقة من ضمنها زي ما تفضل زميلي إسلام بيه جزء منها خاص بالاستجواب جزء منها خاص بيصل إلى صحب الثقة سواء من مجلس محلي القرية أو المدينة أو حتى المحافظة لأنه بالفعل الدستور وضع المحافظة بيعتبارها وحدة محلية زيها زي المركز والقرية وبالتالي فإن الدستور المصري وضع صلاحيات واسعة لأعضاء المجلس الشعبين المحلية وده اللي بيعطينا أمل أن المجلس المحلي القادم هيكون بشكل مختلف عن المجلس المحلية السابقة لأن الصلاحيات الموجودة الحاليان في الدستور لم تكن مسبوقة في أي من دستير مصر السابق يمكن أيضا عايز ألفت الانتباه أنه تنسيقية الشاب الأحزاب والسياسيين بالأمس تقدمت زميلة صابرين برؤية التنسيقية فيما يتعلق بقانون مجالس الشعبية المحلية يمكن التنسيقية على مدارة بع سنوات من 2012 منذ التأسيس يعني كانت عبارة عن حالة حوار في كافة القضايا الوطنية وكافة القضايا المصرية كان من ضمنها قانون مجالس الشعبية المحلية ويمكن التنسيقية عقدت في عام 2020 مجموعة من الجلسات الحوارية والنقاشية واللقاءات المجتمعية الخاصة بقانون مجالس الشعبية المحلية واستضافت التنسيقية يعني أكثر من 26 حزب سياسي بالإضافة إلى مفكرين ومثقفين وعمال ومثلين نقابات العملية وكل تقدم برؤيته للتنسيقية ويمكن التنسيقية بالأمس تقدمت برؤيتها بناء على ما تقدم به الأحزاب والقوة السياسية عام 2020 تقدمت التنسيقية بالفعل بالأمس برؤيتها إلى الإدارة الأمانة الفنية للحوار الوطني فيما يتعلق بقانون مجالس الشعبية المحلية وكانت مرتبطة بالنسب الموجودة أو النسب للقائمة المطلقة والنسبية والفردي مرتبطة أيضا بشكل المجالس المحلية القادمة واختصاصاتها مرتبطة أيضا ببعض التعديل في بعض التعريفات وخلافها سيادة النائب بما نحن نتكلم عن دور الرقابة للمحليات ونحن نتكلم في نفس السياق طبعا بيكون في مخصصات مالية في الموازنة متعلقة بقطاع أتمية المحلية لو بصنا حتى لموازنة العام الماضي هي تضعفة أربع مرات من عام 2017-2018 لكل موازنة متعلقة بقطاع أتمية محلية بيكون فيه مستهدفات وإحنا دلوقتي الاستراتيجية الدولة المصرية فكرة مش هنقول الرقابة ولكن إحنا بنتابع سير العمل بنشوف مستهدفاتنا قدرنا نوصل لها ولا مقدرناش نوصل لها وما وصلنا لهاش ليه بنشوف إيه الأسبابة حتى نقدر نحلها فسؤالي في هذا السياق يا فندم إيه هل هناك آلية مش عايزة أقول لرقابة ولكن لمتابعة التعامل أو التناول مع هذه المخصصات حتى نعرف حق أن المستهدفات دي ولا لأ لو حصل إيه اللي عملناه حتى نقدر نوصل لده لو ما حصلش إيه السبب أننا وصلنا لهاش لا هو حالتك مراقبة بالفعل هو الدستور أيضا وضع لأعضاء المجالس المحلية الحق فيه مراقبة ومتابعة تنفيذ كافة الخطط والبرامج الموضوعة من قبل الحكومة ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع ومتابعة المخصصات المالية ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع يعني الدستور المصري بالفعل أعطى للحق لأعضاء المجالس الشعبية المحلية في متابعة ومراقبة أداء المجالس والوحدات المحلية ومتابعة الأداء ومتابعة تنفيذ الخطط الموضوع من قبل الدولة ومتابعة المخصصات المالية اللي بالفعل مخصصة الوحدات المحلية وكيفية إنفاقها والأولويات الإنفاق عشان كده احنا بننادي بالانتخابات المجالس المحلية المجالس الشعبية المحلية مش موضوع مش حاجة طرفهية على الإطلاق زي ما الناس ممكن تتخيل احنا هنعمل انتخابات محليات وهنون فيك مثلاً 5 مليار جنيه أو 4 مليار في الانتخابات الـ 4 مليار اللي احنا بنتكلم فيهم اللي هيتصرفوا على انتخابات أو 3 مليار اياً كان الرقم اللي هيتصرف ممكن المجالس الشعبية المحلية من خلال الرقابة والمتابعة يتوفر في محافظة واحدة أو في محافظتين من خلال المتابعة الفعلية على أرض الواقع لأنه احنا عندنا غياب تام عن الرقابة المتابعة خاصة بلوحدات المحلية من 11 سنة تقريبا وده يعني في دولة بحجم الدولة المصرية ودولة عارفة الوحدات المحلية وعارفة المجالس الشعبية منذ مش عايزة أقول من مئات السنين ما ينفعش بقى عندنا 11 سنة غياب تام للمجالس المحلية غياب تام للرقابة غياب تام للمتابعة في ظل المشروعات حياة كريمة اللي بالفعل نقلت الدولة المصرية من قرى ما كانش فيها صرف صحي ولا ميا ولا غاز ولا كهربا ولا أي حاجة احنا عندنا في الصعيد وانا بنتامل لمحافظة سهاج احنا محافظة سهاج تقريبا يعني كان لنا الحظ ان احنا خدنا أعلى مخصصات مالية في حياة كريمة تم تخصص المحافظة سهاج ده مش عشان يعني محافظة سهاج محافظة لكن عشان ان احنا تظلمنا على مدار سنوات طويلة بالفعل او الصعيد عموما كان مهمل على مدار سنوات طويلة حتى اطلق السيد الرئيس عفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة اللي بالفعل اخرجت الصعيد من مش عايزة يعني بالغ في التعبير لكن احنا احنا عندنا في القرى ما كانش عندنا صرف صحي ما كانش عندنا مياه نضيف مياه شرب نضيف كل هذه الخدمات والمرافق بالفعل متعلقة متعلقة ايضا بمراقبة ومتابعة عضاء المجالس الشعبية المحلية احنا كعضاء مجالس نيابية سواء مجلس شوخ او النواب بنعاني من غياب المجالس الشعبية المحلية انا النهاردة كعضو مجلس شوخ دوري الاساسي دوري تشريعي دوري تقديم دراسات للدولة المصرية تقديم استشارات قانونية تقديم قوانين واقتراحات برغبة وطلبات منقشة عامة في مواضيع عامة للأسف تحولنا الى اعضاء مجالس محلية بسبب غياب المجالس المحلية وما اقدرش النهاردة المواطن بيحتاج النهاردة التدخل من النواب ما اقدرش هلوم على النائب انه تدخل لانه المواطن في النهاية هو الانتخبني فانا ما اقدرش اصر معاه في طلب خدمة شخصية او خدمة عامة لانه بالفعل لو عنده مجالس شعبية منتخبة او مجالس محلية مش حيل جاني وبالتالي المجالس الشعبية هتقوم بدورها والمجالس النيابية ايضا هتقوم بدورها في الرقابة والتشريع طبعا نشكر حضراتكم جزيل الشكر لاستاذ اسلام الجندي ممثل حزب العدل عن عضو تنصيقية شباب الأحزاب والسياسين ايضا نائب احمد فوزي عضو مجلس الشيوخ عن تنصيقية شباب الأحزاب والسياسين نورتونا في السبع الخليل شكرا جزيلا